قبل يومين من إجراء استفتاء ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ناظيره الروسي سيرجي لافروف في لندن بهدف بحث خطة للخروج من الأزمة الأوكرانية لقاء لافروف وكيري يأتي عقب تأكيد رئيس الوزراء الأوكراني أرسينيا تينيوك خلال جلسة طارئة للأمم المتحدة إمكانية إيجاد حل سلمي للأزمة أدعو روسيا الاتحادية لإعادة قواتها المنتشرة في القرم إلى قواعدها وبتئي محادثات ومفاوضات حقيقية ياتينيوك وجه سؤالا إلى مندوب روسيا في مجلس الأمن بشأن رغبة الروس في خوض حرب وهو الأمر الذي نفاه المندوب الروسي قائنا سأجيب مباشرة على سؤالك الروس لا يريدون حربا لا نريد تصعيد الموقف تشوركين اتهم أيضا الغرب بإثارة الأزمة الحالية عبر دعمه عملية الإطاحة بالحكومة الشرعية في أوكرانيا مؤكدا في الوقت نفسه شرعية الاستفتاء المقرر في القرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر